من وجهة نظر حضرتك أستاذ أحمد مرسولة أو رواية مرسولة بتعتبرها خبرة ذاتية ولا هي خيال كاتب مثلا؟ في النهاية أنت ما تقدريش تجردي الكاتب أو مقدم أي عمل إبداعي أدبي أو حتة مزيكة أو رسام أو أي أن كان ما تقدريش تجردي من تجربته الذاتية هو طول الوقت أي حاجة هيتكلم عنها هو مارس منها أشياء مش بالضرورة أن الأحداث تكون حقيقية أو الأحداث تكون حصلت بالفعل أو مش بالضرورة الأشخاص يكونوا أشخاص حقيقيين وحصلوا إنما في النهاية هو بينقل جزء من تجربته، جزء من ممارسته، جزء من مهاراته مهاراته دي اكتسبها على مدى مشوار طويل مشواره بقى في شغله ومشواره في حياته ومشواره الأسري ومشواره العائلي ومشواره مع الأصحاب وحاجات كتير جدا ومهاراته الشخصية ما تقدريش تجردي من كل دا ويقولك والله أنا الحكاية دي كلها من وحي خيالي أو الحكاية دي كلها حصلت بالفعل والأحداث حصلت والأشخاص حصلوا حكاية دايماً بيبقى فيها مزيج لأن أنت وانت بتمارسي الكتابة بتمارسيها الكتابة جزء بياخد من روحك فلازم هيكون كل شخصية في العمل الأدبي فيها جزء من روحك حتى لو هي شريرة هي أنت في النهاية بتحطي فيها جزء الشرير اللي جواكي حتى لو أنت ما بتمارسيهوش في الحياة لكن أنت بتمارسي مع الشخصيات وده إحساس غني جداً الحقيقة لأنه بيخليك يتمارسي كل مشاعرك الإنسانية ففي شخص أنت بتمنحيه من طبتك وبتمنحيه من شرك وبتمنحيه من أفكارك وبتمنحيه أنت بتخلقي أشخاص وده عمل مرهد جداً جداً إنما ليها علاقة بالواقع في وقت ما طبعاً ليها علاقة هي نتاج حاجات كتير حصلت في وقت ما طبعاً هي نتاج تجربة طويلة الحقيقة ما قدرش أقول لك قد إيه هي الحقيقية ما قدرش أحكم على العمل برميته إنما قدر أقول لك أنه طبعاً فيها يعني حاجات كتير يعني من واقع عشناه في وقت طويل أكيد حارتك أصلاً صحفي صحيح مكاتب صحفي صحيح وهل ده كان سهل عليك أو هل ده سهل عليك الكتابة ولا ده موضوع وده موضوع الحقيقة أنه هو ده موضوع وده موضوع بالكلية يعني بالكلية لأنه الكتابة للصحافة أو الكتابة الصحفية مش محتاجة منك وجهات نظر هي محتاجة منك حقائق مش محتاجة منك مشاعر مش دوري أن أنا يعني أبتز مشاعر القارق وأخليه يصعب عليه حاجة أو يتعاطف مع حاجة أو يرفض حاجة أنا دوري الصحفي أني أنا أقول له أرصد له مجموعة من الحقائق مجموعة من الوقائع كما حدست نفس الشيء اللي كنا بنتكلم عنه في الأول أن أنا أجاوب له على الأسئلة مين عمل إيه إمتى وليه وإزاي دي الصحافة فقط إنما لو نيجي نقلب بقى الحادثة اللي أنا هغطيها صحفيا لحدوتها الموضوع هيختلف كتير جدا ساعتها هيبقى مطلوب من الكاتب إن هو يقول لك شكل ملامح وش الشخص ده في اللحظة دي كان عمل إزاي قد إيه كان عرقان وقد إيه كان بيبكي وقد إيه كان كذا وكذا وكذا قد إيه كان مرهق وقد إيه إيده فيها شقوق ووشه فيه مش عارف إيه حاجة لازم دايما هوصف أكتر لازم دايما همنح القارق مشاعر دوره أو حقه على العمل الأدبي إنه ولو للحظة يخليه يحس بمشاعر إنسانية مختلفة يخليه يمارس جزء من إنسانيته ده دور العمل الأدبي إنما مش دور الصحفي الصحفي أعتقد إنه هو بيواجه نفسه الصعوبة بس بشكل تاني إنه هو يقدم أكبر قدر من الحقيق ويلتزم فيها الحيدة التامة هو مش مطلوب منه يقول وجهة نظر وده الفرق بين الاتنين لكن في النهاية العمل الأدبي أو الكتابة للأدب شكل من أشكال الكتابة يمكن العمل الصحفي والكتابة الصحفية يعني تجرأك شوية إنك تكتبي لأن الكتابة كمان تحتاج جرأة العمل الصحفي بيمتص الرهبة من مواجهة القارق فيخليكي وإنتي بتكتبي عمل أدبي بتكتبي وإنتي بصدر راحب أكتر براحة نفسية أكتر كل ما هترتاحي أكتر كل ما هتطلعي اللي عندك